السلام عليكم لمجمل الأوضاعنا السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل هذه الظروف مع ذلك نحن نتلقى إشارات إيجابية في سياساتنا ولسيما السياسات الاقتصادية هناك مؤشرات صعود في التصنيف الاعتماني ثبتته تقارير صندوق النقد الدولي وأيضا تقارير الاتحاد الأوروبي هناك لقاءات عقدت مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية وفيها ما فيها من مؤشرات إيجابية على تعافية الاقتصاد والسياسات الاقتصادية لهذه الحكومة من ناحية ثانية أيضا تم التطرق إلى الحجرة وسياسات الحجرة في العالم تعلمون أن حركات الحجرة في العالم مستمرة على الدوام وفي كل الظروف وليس بلدنا بدعا بين البلدان التي تتعرر لمثل هذه الظروف لكن نعتقد أن الحكومة العراقية أفلحت في مشاوراتها مع بعض البلدان خاصة في الاتحاد الأوروبي في تفهم هذه الأزمة وفي تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين خاصة العراقيين وبالتالي هناك تفاوض وهناك نقاشات في سبيل حل مثل هذه الأزمات نعمل نحن مع القارة الأوروبية إجمالا في مسائل الهجرة وغيرها من مسائل المهمة مثل الأزمة المناخ وأيضا التنمية المستدامة على صعيد القرارات كان هناك قرار يتعلق بالمحاضرين المجانيين الذين ما زالوا يستمرون في أعمالهم وقد وافق مجلس الوزراء على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية بالأجور السابقة المعتمدة المعروفة في موازنة 2022 تعلمون أن هذه الحكومة وضعت حلا لهؤلاء في موازنة 2021 وإن شاء الله ماضية في سياستها نفسها بإزاء هؤلاء هذه الشريحة المهمة من المحاضرين والإداريين وشملتهم في هذا القرار بإجورهم نفسها على موازنة 2022 كذلك كان هناك قرار فيما يتعلق بالموقف الوبائي ووزارة الصحة استضيف السيد وكيل وزير الصحة الدكتور هاني العقابي وكان هناك تصويت على رفع قيود السفر من وإلى الهند تعلمون سابقا أوقفنا السفر إلى الهند بسبب الإصابات والموقف الوبائي في الهند الآن المؤشرات لدينا أن الموقف الوبائي في الهند يتحسن كثيرا حوالي 16 ألف إصابة يوميا بالنسبة لي مليار و380 مليون إنسان في الهند فهذه مؤشرات إيجابية جعلت مجلس الوزراء يصوت لصالح رفع قيود السفر في هذه المسألة وأيضا قدم السيد الوكيل وضع الوباء في العراق وقضية اللقاحات أيضا ما زلنا نتقدم فيها ونوفر كل ما يحتاجه المواطنين من اللقاحات كل ما هناك نحتاج للمزيد من تجيع المواطنين للذهاب وأخذ اللقاحات وهذه مسألة مهمة قد يعيننا عليها الإعلام وسائل الإعلام أمام مسؤولية كبيرة حقيقة لحث العراقيين على أن اللقاحات أصبحت أمرا لازما يحول حتى دون إنجاز أعمال بعض المواطنين خاصة في السفر بسبب الإجراءات الدولية والقوانين التي تحتم أخذ اللقاحات ولذلك نحن نتوقع من العراقيين الممتنعين عن أخذ اللقاحات أن يأخذوا هذه اللقاحات بسرعة أيضا وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ إلى محافظة واسط لبناء دور سكنية عددها 13 دار كانت هناك دور متهالكة بدلا عنها بنية هذه الدور أو خصصت لها مبالغ لبنائها في قرية كريم الجاسم في ناحية الدبوني هذا قرار اتخذ هذا اليوم بالنسبة لوزارة الثقافة أيضا كانت هناك مناقشة وتخويل وتصويت لتخويل وزارة الثقافة صلاحية التفاوض على مشروع اتفاق تنفيذي بين دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة وبين المديرية العامة للإرشيف الحكومي في بولندا اعتقد هذا يفتح الطريق امامنا للتعاون في مسائل تبادل الوثائق وصيانتها مع بولندا دولة بولندا فيما يتعلق بالموارد المائية خضع موضوع قناة البدعة لنقاشات كثيرة في عدة مجالس اليوم اتخذ قرار بان وافق مجلس الوزراء على تأمين مبالغ مطلوبة لتنفيذ المرحلة الاولى من الجزء الحرج من هذا المشروع حقيقة مشروع البدع الانبوبي لتأمين مياه الشرب لمحافظة البصرة بطبيعة الحال وافق المجلس على ان تقوم وزارة النفط حقيقة بتمويل هذا المشروع في مرحلته الاولى وهو مشروع اساسي ومهم يتعلق في توفير مياه الشرب للمواطنين في محافظة البصرة كما انه ايضا يمنع تلوث المياه وهو حقيقة من التحديات التي نقشت في هذه الحكومة منذ البدء واتخذت فيها جملة من القرارات اليوم قرار التمويل وتخصيص هذا المبلغ لمرحلة الاولى المشروع قرار مهم اساسي مع وزارة الدفاع كان هناك قرار بان تقوم وزارة الدفاع خاصة في قيادة القوات البحرية بتشييد زوارق تخدم المنشآت النفطية وهذا كان من طلبات وزارة الدفاع المهمة هذه الايام التي لا تخص فقط وزارة الدفاع بل كما قلت تخص ايضا المشآت النفطية الموجودة في المنطقة وايضا في وزارة الدفاع كان هناك تصويت على تخصيص مبالغ مالية الى القوة الجوية وطيران الجيش لدعم متطلبات الطائرات طائرات القوة الجوية وطيران الجيش في انجاز مهماتها هناك متطلبات كثيرة تحتاجها وتقتضي جملة من المبالغ واليوم المجلس صوت على هذه المبالغ اخيرا قرار يخص وزارة الرياضة والشباب ويتعلق بدعم الاندية الرياضية الاندية الرياضية المعروفة والاندية الرياضية التابعة للوزارات حقيقة في كل الامرين كان هناك قرار من مجلس الوزراء على دعم الاندية الرياضية ماليا وعلى تدقيق ديونها وتزديدها حتى تتمكن من ان تنهض من جديد وان تشارك في البطولات العربية والاسيوية معاناة الاندية الرياضية باتت معروفة خاصة في جانبها المالي واليوم مجلس الوزراء وضع حلا لهذه المعاناة بان مولى هذه الاندية وسد العجز الحاصل فيها فيما تعلق بديونها هذا كل ما تناوله مجلس الوزراء هذا اليوم وناقشه واتخذ فيه قرارات شكرا جزيلا